صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقع حفظه الله ورعاه قراران لسنة 2016 نص القرار الأول رقم 5 بتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات وجاء في يعين في وزارة المواصلات والاتصالات السادة التالية أسماؤهم مصعب محمد أحمد حسن مديرا لإدارة الاتصالات الشيخ سلمان بن عيسى بن محمد الخليفة مديرا لإدارة الأمن والسلامة الشيخ عبدالله بن سلمان بن خليفة الخليفة مديرا لإدارة تنظيم قطاع البريد صفاء محمد باقر التاجر مديرا لإدارة تنظيم النقل البري نبيل عبد الحميد عبدالغني الشيخ مديرا لإدارة الموارد البشرية صلاح محمد علي الحمود مديرا لإدارة سلامة الطيران محمد يوسف محمد المرباطي مديرا لإدارة السلامة وحماية البيئة البحرية وجاء في المادة الأولى من القرار الثاني رقم ستة أنه ينقل السيد يوسف محمد اسماعيل مدير إدارة وسائل الإعلام ليكون مديرا لإدارة التلفزيون في هيئة شؤون الإعلام فيما نصت المادة الثانية من القرار رقم ستة على أنه يعين في هيئة شؤون الإعلام كل من السيد فوزان خليفة بفرسن مديرا لإدارة وسائل الإعلام السيد إبراهيم عبدالله برشيد مديرا لإدارة الإرسال والنقل الخارجية